بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أسرار الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها الإخوة الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وحياكم الله في هذا اللقاء الجديد والذي نتحدث فيه في أسرار الفاتحة عن هذه السورة العظيمة وعن الحكم والأسرار العظيمة التي أودعها الله جل وعلا في هذه السورة حينما تتأمل في كتب تفسير القرآن الكريم للعلماء تجد أن كل عالم يبحر في مسار عظيم من مسارات أسرار هذه السورة ومبانيها العظام وذلك نحاول في كل حلقة من حلقات هذا البرنامج أن نبين شيئا من هذه الحكم والمعاني من أجل أن نسير على ما أمر الله عز وجل به كما نعلم أن أعظم دعاء دعا به العبد ربه جل وعلا في هذه السورة العظيمة هو أن يهديه الله جل وعلا للصراط المستقيم وحتى يستقيم العبد على الصراط المستقيم فلا بد أن يسير على أمور عظيمة أول هذه الأمور قد بيناها ليقظه أن يكون هذا العبد يقظ في قلبه ويقظه في عقله يقظه إذا سمع أمر الله أمر رسوله صلى الله عليه وسلم كما قال الله جل وعلا قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادة يحتاج القلب أن يقوم ويحتاج العقل أن يقوم وهو يستمع إلى أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم فإذا طردت اليقظة الغفلة من القلب والعقل فلا بد للعبد بعدها من الفكرة وهو أن يحدق بقلبه إلى الصواب الذي يريده ثم بعد ذلك يحتاج إلى علم يعرف به الحق من الباطل فإذا تيقظ وتفكر وكانت لديه البصيرة فإنه يحتاج بعد ذلك إلى العمل وهو القصد لأن العلم أحيانا يكون وبالا على صاحبه فليس كل علم يكون نافعا فالسحر علم كما قال الله عز وجل ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم فالعلم الذي ينفع هو العلم الذي يكون معه العمل فالعلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل إذا لم يكن العبد آملا بعلمه فإنه يكون وبالا عليه الإمام أحمد رحمه الله يقول والله ما سمعت حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا وعملت به والله ما سمعت حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا وعملت به ولو مرة واحدة لألا يحاسبني الله جل وعلا على علم لم أعمل به فهذا من ورعه رحمه الله تعالى رحمة واسعة إذن العبد بحاجة أن يسير إلى الله جل وعلا وأن يقصد ربه سبحانه وتعالى الإمام بن القيم له كتاب عظيم نفيس اسم هذا الكتاب طريق الهجرتين يقول الهجرة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان العبد يهاجر من بلد الشرك إلى بلد الإسلام ثم وسع العلماء رحمهم الله فقالوا الهجرة من بلد البدعة إلى بلد السنة لكنه قال رحمه الله العبد بحاجة إلى هجرة دائمة وهو هجرة قلبه إلى الله بشهادة أن لا إله إلا الله وما فيها من إخلاص وصدق ومحبة وانقياد وقبول لهذه الكلمة وهناك هجرة إلى محمد صلى الله عليه وسلم فلا يعمل عملا إلا على وفق سنته ولا يتبع خطوة إلا على وفق شريعته لأن كل عمل لم يكن على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مردود على صاحبه في صحيح البخاري ومسلم عن أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أي مردود عليه وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد فالعبد بحاجة إلى هذه الهجرة هجرة إلى الله وهجرة إلى رسوله صلى الله عليه وسلم يهاجر من نفسه ومحبوباتها إلى الله وما يحبه سبحانه وتعالى يهاجر من نفسه ورغباتها إلى ما يحبه صلى الله عليه وسلم لأنه عليه الصلاة والسلام قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به وقال عليه الصلاة والسلام في بيان تقديم محبته قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله وأهله وولده والناس أجمعين وهكذا يجب أن يكون المسلم في سيره إلى الله وليسير العبد في هذا القصد في قصد سيره إلى الله إلى مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم فلابد أن يبتعد عن عوائق السفر هناك ما يعوق القلب في سيره إلى الله هناك حجاب بين القلب وبين الله جل وعلا هذا الحجاب ذنوب ومعاصي وكفر وإعراض عن الله حتى يشعر العبد بطعم الإيمان ويشعر كما قال بعض السلف والله إن لفي سعادة كما قال بعض السلف والله إنه لا يمر بالقلب أوقات أقول إن كان أهل الجنة في مثل هذا النعيم إنهم لا في عيش طيب أهل الجنة في نعيم أفضل من هذا حتى تستمتع بهذا النعيم لا بد أن تزيل هذا الحجاب وأن تقبل بكليتك إلى الله جل وعلا وأن تجعل قلبك وفق ما يحبه الله ويحبه رسوله الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم السلام عوائق السفر كثيرة هناك العوائد التي يعتادها الناس من اتباعا للهوى ونحو ذلك هناك العلائق المال النساء الدنيا علائق يتعلق بها العبد تحول بينه وبين الله وهناك عوائق تحجب العبد عن ربه سبحانه وتعالى وسيأتي تفصيلها بإذن الله جل وعلا تأمل معي في حياة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كان يقف خطيبا في الناس يعظهم ويبشرهم وينذرهم ثم يأتي صلى الله عليه وسلم فيتفرغ لعبادة ربه جل وعلا ويقول عليه الصلاة والسلام كما قال لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أفلا أكون عبدا شكورا ثم يأتي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فيكون من أكثر الناس عبادة لكن العبادة على قصد كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما أتى ثلاثة من الشباب إلى داره فسألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم ما هي كيف كان النبي يعبد ربه فأخبروا عن عبادة النبي عليه الصلاة والسلام فكأنهم كأنهم رأوا أن عبادة النبي أقل منهم كيف ذلك قال أحدهم أما أنا فلا أتزوج النساء قال الآخر وأنا لا أكل اللحم وقال الآخر وأنا أصوم ولا أفطر وفي رواية قال الثالث وأنا أقوم ولا أنا ثم قالوا أينا يكون من رسول الله يقول نحن أكثر عبادة لأن النبي صلى الله عليه وسلم له مكان العالية فلما عاد النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه بما حدث قال عليه الصلاة والسلام أما إن أتقاكم لله وأخشاكم لله أنا وأنا أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني يحتاج العبد إلى اعتدال في حياته حتى يكون سيره إلى الله عز وجل على وفق ما يحبه الله ويحبه رسوله الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم السلام القصد حتى يكون صحيحا فإن له دوافع فالقصد يبعث على السلوك بلا توقف ولا تردد ولا علة غير العبودية لاحن يقول الذي يقصد الله جل وعلا يحتاج إلى ثلاثة أشياء يحتاج أن لا يتوقف العبادة ليست لها موسم وتترك العبادة كما يظن البعض في قول الله جل وعلا يقول لك أنا أنا تركت العبادات وسقطت علي عني الفرائض لماذا تسقط عنك الفرائض؟ قال لي أنني وصلت إلى مرتبة اليقين والله جل وعلا قال وعبد ربك حتى يأتيك اليقين فأنا وصلت إلى هذه المرتبة فتجد أنه يستحل المحرمات ويستحل ويترك الواجبات ويبتعد عن فرائض الله وينتهك حرمات الله لأنه وصل إلى اليقين وهذه للأسف موجودة في بعض الطرق والمناهج التي يدعي صاحبها أنه يسلك في ذلك طريقة طريقة النبي صلى الله عليه وسلم ولكن العبد بحاجة إلى أن يسير بلا توقف أن يسلك طريق القصد طريقه إلى الله لا يتوقف حتى يدركه الموت لأن هذا معنى اليقين قال الله جل وعلا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ وأعظم الناس عباده هو نبينا صلى الله عليه وسلم ما زال يعبد ربه ويذكر خالقه إلى آخر لحظة في حياته وهو الذي قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر لكنه عليه الصلاة والسلام أكثر الناس عبادة لربه جل وعلا إذن من يسير في طريقه إلى الله لا يتوقع الله أنه يسير مرحلة ويتوقف لا هو يتدرج حتى يجد نعيم الجنة في الدنيا قبل أن يجدها في الآخرة فلا يتوقف الذي يوقف الإنسان في سيره إلى الله يوقفه الشهوة يوقفه الهواء يوقفه الكسل توقفه الدنيا توقفه الأموال يوقفه الشيطان في سيره إلى الله جل وعلا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن إذا جاء رمضان قال صفدت مردة الشياطين قيل للإمام بن القيم كيف تصفد والناس يعصون الله في رمضان قال رحمه الله إن الذي يدعو الإنسان إلى المعصية ثلاثة الشيطان الهوى وقرناء السوء فالشيطان في رمضان صفد لكن النفس الأمارة بالسوء والهوى لا زالت تحيك المؤامرات على صاحبها بل والله إن البعض بنفسه الأمارة بالسوء قد يفوق وسوسة الشيطان كما قال بعضهم يقول وقد كنت من جند إبليس فغدا بي الدهر فأصبح إبليس من جندية لأنه أصبح يأتي بطرائق وبأمور أكبر مما توسوس به الشياطين كما يذكر الشاعر هذا الأمر لذلك على العبد أن يسير في طريقه إلى الله جل وعلا بلا توقف ما الذي يعينه على أن لا يتوقف أولا القرناء الصالحين أهل الخير والصلاح الذين قال الله جل وعلا عنهم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا الأصحاب الصالحين الذين ينتقون أطايب الكلام كما ينتقون أطايب الثمر إن وجدوك إن وجدوك ظالا هدوك وإن وجدوك مخطئا قوموك وإن وجدوك مصيبا أعانوك وأثنوا عليك حتى تسير إلى الله جل وعلا ما أعظم صحبة الصالحين ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في السبعة الذين يضلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله قال رجلان تحبا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه احرص على صحبة الصالحين احرص على صحبة الذي يذكرك بالله احرص على صحبة من يعينك على الصلاة احرص على صحبة من ينهاك حتى عن الكلام البذين احرص على صحبة من تستفيد منه في دينك ودنياك الصاحب ساحب والطبع سراق وكما قال صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالب أسأل الله أن يعيننا وإياكم على بلوغ طاعته ورضوانه وأن يجعل موعدنا بحبوحة جنانه إلى لقاء قادم إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا البرنامج برعاية مؤسسة الشيخ علي بن عبدالله الجفال الخيرية ومكتب الجمعية العلمية الصعودية للقرآن الكريم وعلومه تبيان فرع جدة